المزارع البحرينية في السنوات الأخيرة لم تعد الخضار كما عهدناها فالنوع الواحد صار ينقسم إلى أقسام عدة ربما لا تنتهي فمع تطور الأبحاث الزراعية أصبحت الخضار أكثر تلونا وتنوعا من ذي قبل فمملكة البحرين استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تزرع على أرضها عددا مختلفا ومتنوعا من الخضار بعد أن كان وجودها مرهونا بعملية الاستيراد وبحرين عندها المزارعين يزرعون أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه على طول السنة بجودة عالية جدا والحمد لله كلمة لوكل تزيد قوتها في السوق المنتج المحلي لا هيبته ويكون متوفر بطريقة ممتازة في الأسواق وتركيز عليه حقا الزباين يتوفونا والزباين يطلبونا فالحمد لله مع هل تغيير نظريا من الشافات العالمية اللي يزورون البحرين المطاعم والأسواق الشعب بدأ يتثقف أكثر ويعرف شنو الأشياء اللي مزروعة في البحرين بجودة عالية ويدعمها أكثر بطريقة مبتكرة تحاكي أحدث الطرق العلمية الزراعية حيث تزرع أنواع متعددة من الخضار الملونة الجميلة بأيدي أبنائها في مزارع البحرين فتوافرها في السوق ليس مرتبطا بموسم معين بل هي متوافرة على مدار العام زراعة مائية طبيعية متوفرة حق السوق البحريني بدأنا بأنواع الخس الخس عادة أن الناس يعرفون عن الخس الملفوف والأمريكي أو الرومين بس اكتشفنا أن عالم الخس هو وسيع وعميق وقدرنا نحن نيب سبعة أنواع خس ونزرعها على طول السنة داخل المحميات نتحكم درجة الحرارة ونسبة الارطوبة والمواد الغذائية نخلطها في الماء حق أن نتغذي الجذور على طول عمر النبتة غير الخس نركز على الطماطم الكرازية والفلفل البارد والفلفل الحار هذه الأشياء الأساسية التي نركز فيها الآن في آخر سنة بدأنا في الزراعة النبتات والأعشاب المطلوبة أكثر في السوق مثل الكيل والبي سبينج والوالد روكت هذه الثلاثة سوقها وسيع وحمد الله طلبيات عالية فنحن نحاول أن نوزع عن جميع الأسواق في البحرين أنواع متعددة وألوان زهية لخضار عالمية مطروحة في الأسواق البحرينية يقبل الناس على شرائها لجودتها العالية وأسعارها الجيدة ويكفينا قولا بأنها زرعت في البحرين خولا لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة